بعد أشهر من التعثر أعلنت صنعاء التوصل مع الأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم حكومة صنعاء رحبت بالاتفاق مطالبة بسرعة تنفيذه لمنع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر بعد أن تعثر هذا الاتفاق كثيراً هو يعتبر الآن نقطة تحول كبيرة جداً ومشرقة على مستوى أولاً الحفاظ على عدم وجود تلوث بيئي وهذا يهم العالم بأسره كما يهم اليمنيين الاتفاق ينص على وصول فرق فنية لتقييم حالة الخزان صافر فضلاً عن الخطوات العملية لصيانته وكما تقول صنعاء فإن تباطؤ الأمم المتحدة في التنفيذ وفي إيصال الفرق الفنية بعد ضغوط تلقتها من قوى التحالف والولايات المتحدة الأمريكية فاقم الأزمة المماطلة تأتي من قبل الأمم المتحدة نتيجة للضغوط من قبل المرتزقة في الرياض وأيضاً الحكومة السعودية ومن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة تشويس سمعة أنصار الله في حين أن أنصار الله والحكومة الإنقاذ أبدت تفاهمها وأبدت موافقتها على صيانة السفينة قبل فترة طويلة حتى قبل شهر يوليو التسرب الحاصل في الخزان العائم صافر سببه إيقاف حكومة هادي والتحالف موازنة السفينة التشغيلية ومنعهما وصول مازوت المحركات فضلاً عن إعلان الحديدة هدفاً عسكرياً ومنعهما بيع النفط الخام كما تقول حكومة صنعاء صنعاء رحبت باتفاق صيانة الخزان العائم صافر كخطوة تمنع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر والمنتظر اليوم وصول فريق الصيانة الأممية على نحو عاجل أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين